احتفالاً بعيد النبي إليا ترأس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذوكس قداساً إلهياً في موقع تلمار الياس الأثري وفي عدته قال سيادته إنها بركة عظيمة أن نكون في هذا المكان المقدس الذي كان يعج بالحياة الرهبنية في القرنين الرابع والخامس الميلادي تلك الفترة التي تعتبر جزءاً من هوية بلادنا المقدسة التي شهدت وتشهد إلى اليوم التنازل الإلهي لأجل خلاص البشر وأشار سيادته إلى أن النبي إليا أرسل لنا مع جميع أنبياء العهد القديم وشفيع الأردن يحن المعمدان وقديسي العهد الجديد كي نهتم بخلاص نفوسنا وخلال الاحتفال الذي شاركت به استفارة اليونانية بعمان بحضور جمع كبير من المؤمنين من مختلف محافظات المملكة شكر سيادته جميع المؤسسات الأردنية القائمة على عناية هذا المكان ووزارة الثقافة اليونانية التي ساهمت بترميم هذا الموقع المقدس وقد رفع سيادته الصلاة من أجل السلام في المنطقة والعالم أجمع